اسم الدرس أوظف مكتسباتي وأقيمها أولاً اقتنت السيدة تونور لفيفة قميش مستطيلة الشكل طولها 3.2 متر وعرضها 1.8 متر قصد إعداد غطاء طاولة بعداه بالمتر 2.4 و 1.8 و 12 منديلاً في شكل مستطيل بعداه بالسنتيمتر 40 و 30 بعد القص استوجبت عملية خياطة كل من الغطاء والمناديل طي القماش 1.5 سنتيمتر من كل جهة أرسم تصميماً لقطعة القماش وأحدد غطاء الطاولة والمناديل عليها معتبراً كل 20 سنتيمتر في الواقع 1 سنتيمتر على الرسم الإجابة بعد القماش على الرسم الطول يساوي 3.2 متر يساوي 320 سنتيمتر يساوي 320 على 20 يساوي 16 سنتيمتر العرض يساوي 1.8 متر يساوي 180 سنتيمتر يساوي 180 على 20 يساوي 9 سنتيمتر بعد غطاء الطاولة على الرسم الطول يساوي 2.4 متر يساوي 240 سنتيمتر يساوي 240 على 20 يساوي 12 سنتيمتر العرض يساوي 1.8 متر يساوي 180 سنتيمتر يساوي 180 على 20 يساوي 9 سنتيمتر أحسب قيسة مساحة كل من الغطاء والمنديل الواحد قبل الخياطة وبعدها الإجابة مساحة الغطاء قبل الخياطة 2.4 في 1.8 يساوي 4.32 متر مربع مساحة الغطاء بعد الخياطة 240 إلا 3 في 180 إلا 3 يساوي 237 في 177 يساوي 4.949 متر مربع يساوي 4.949 متر مربع مساحة المنديل قبل الخياطة 30 في 40 يساوي 122 سنتيمتر مربع مساحة المنديل بعد الخياطة 30 إلى 3 في 40 إلى 3 يساوي 27 في 37 يساوي 999 سنتيمتر مربع يساوي 0.0999 متر مربع أحدد المساحة التي نقصت من القماش بعد الخياطة بالنسبة إلى غطاء الطاولة المنديل الواحد كامل اللفيفة الإجابة المساحة التي نقصت من الغطاء 4.32 متر مربع إلا 4.949 يساوي 0.1251 متر مربع يساوي 1251 سنتيمتر مربع المساحة التي نقصت من المنديل 122 سنتيمتر مربع إلا 999 سنتيمتر مربع يساوي 201 سنتيمتر مربع يساوي 0.0201 متر مربع المساحة التي نقصت من كامل اللفيفة 0.1251 مع 0.021 يساوي 0.1452 متر مربع يساوي 1452 سنتيمتر مربع أو 1251 سنتيمتر مربع مع 201 سنتيمتر مربع يساوي 1452 سنتيمتر مربع يساوي 0.1452 متر مربع ثانياً يخرج مركب لصيد السمك مرتين كل شهر فيما يلي جدول تفصيلي في إنتاجه خلال شهر أبريل عدد الصناديق المملوء في الفترة الأولى الفترة الثانية نوع السمك سردينة 140-118 شورو 168-98 ورقة 60-75 معدل الكتلة الصافية للسمك في الصندوق الواحد بالكيلوغرام 18 معدل أسعار بيع الكيلوغرام الواحد من السمك بالدينار في سوق الجملة يبينه الجدول التالي سردينة 0.800 شورو 2.200 ورقة 5.600 يعمل على المركب 15 عاملاً يقدر نصيبهم من عائدات السمك بثلث المداخيل الجملية ما الكتلة الجملية لكل نوع من السمك خلال الفترتين؟ الإجابة الكتلة الجملية لسمك السردينة خلال الفترتين عدد الصناديق المملوء في الفترة الأولى مع عدد الصناديق المملوء في الفترة الثانية في معدل الكتلة الصافية للسمك في الصندوق الواحد 140-118-18 يساوي 4644 كيلوغرام الكتلة الجملية لسمك الشورو خلال الفترتين عدد الصناديق المملوء في الفترة الأولى مع عدد الصناديق المملوء في الفترة الثانية في معدل الكتلة الصافية للسمك في الصندوق الواحد 160-98-18 يساوي 4644 كيلوغرام الكتلة الجملية لسمك الورقة خلال الفترتين عدد الصناديق المملوء في الفترة الأولى مع عدد الصناديق المملوء في الفترة الثانية في معدل الكتلة الصافية للسمك في الصندوق الواحد 60-75-18 يساوي 2430 كيلوغرام ما ثمن بيع كل نوع من السمك خلال الفترتين الإجابة ثمن الكتلة الجملية لسمك السردينة خلال الفترتين الكتلة الجملية لسمك السردينة في ثمن الكيلوغرام الواحد 4644 كيلوغرام في 0.800 يساوي 3715.200 دينار ثمن الكتلة الجملية لسمك الشورو خلال الفترتين الكتلة الجملية لسمك الشورو في ثمن الكيلوغرام الواحد 4644 كيلوغرام في 2.200 يساوي 10216.800 دينار ثمن الكتلة الجملية لسمك الورقة خلال الفترتين الكتلة الجملية لسمك الورقة في ثمن الكيلوغرام الواحد 2430 كيلوغرام في 5.600 يساوي 13608 دينار ما نصيب كل عامل من المداخل الإجابة جملة المداخل ثمن الكتلة الجملية لسمك السردينة خلال الفترتين مع ثمن الكتلة الجملية لسمك الشورو خلال الفترتين مع ثمن الكتلة الجملية لسمك الورقة خلال الفترتين 3715.200 مع 10216.800 مع 13608 يساوي 27540 دينار نصيب العمال جملة المداخل في ثلث المداخل الجملية 27540 على ثلاثة يساوي 9180 دينار نصيب العامل الواحد نصيب العمال على عدد العمال 9180 على 15 يساوي 612 دينار يسدد صاحب مركب الصيد البحري كل شهر مصاريف التغذية المقدرة بي 814.5 دينار القرض الذي اقتناه من البنك لشراء المركب والمقدر بي 15500 دينار ما الدخل الشهري الصافي لصاحب المركب؟ الإجابة الدخل الشهري الصافي لصاحب المركب جملة المداخل إلى نصيب العمال مع مصاريف التغذية مع القرض الذي اقتناه من البنك 27540 إلى 9180 مع 814.500 مع 15500 دينار يساوي 2045.500 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر